نعم الواضح أن الإطار التنصيقي توصل إلى اتفاق بين أعضائه ومع استقالة الأعضاء الصدريين الواحد والسبعين من البرلمان كان واضحا أن تتوجه الأمور إلى ما توجهت إليه ولكن هناك أيضا الدعم الشعبي أن شخصيا لا أعتقد أن مقتدى الصدر سيوافق على دعم السيد السوداني الذي تاريخيا هو معروف ليكون شخصا يتبع البالك إلى حد كبير لا أعتقد أن ذلك سينجح ربما نجح العراقيون في تحييد مقتدى الصدر ولكن لنتمكنوا من تحييد الشعب إن نزل الناس إلى الطرقات فقد نرى إراقة للدماء والعراق ليس إيران لا يمكن أن تنزل القوات المسلحة بالدبابات إلى الشارع لتطلق النار على المواطنين لا بد من حل سياسي ولا بد من أن يلعب الحزب الديمقراطي الكردستاني ونقتدى الصدر دورا في هذا المجال كما قلت طبعا هناك فائزين خاصة الصين وإيران وطريق الحرير والطريق الحديدي سيتم بنائه وذلك سيسمح لإيران بالوصول مباشرة إلى النفط ويفتح ممرا نحو الصين وأوروبا وأمريكا في هذا المجال لم تكن من الفائزين ولكنها أيضا في نفس موقع الحزب الديمقراطي الكردستاني ومقتدى الصدر كذلك فيما يتعلق بالبريطانيين لديهم مواطن بريطاني سيكون رئيسا للبلاد ربما يعتبر ذلك فوزا ولكن لا أعتقد أن ذلك حقيقي هذه الحكومة هي حكومة الإطار التنصيقي وليست حكومة الشعب العراقي حتى نجتمل الجميع في الحكومة سنواجه هذه المشكلة يعني